الكلام اللي أنا هتكلم مع حضراتكو فيه هو للصالح العام وإلى من يهمه الأمر ويخص منتخب الشباب في مصر مصر ستنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة وهذه البطولة هي المؤهلة إلى كأس العالم وحتكون في الفترة ما بين 18 فبراير حتى 12 مارس المباريات هتقام على ثلاث استادات والحقيقة أن الدولة موفرة بنية تحتية رائعة استاد القاهرة وده اللي هتكون عليه مباريات منتخبنا والمجموعة الأولى استاد قناة السويس وده مفخرة كبيرة جدا وملعب على أحدث طراز وحتكون عليه مباريات المجموعة الثانية استاد اسكندرية هو أعرق الملاعب القرى الإفريقية وهو للمجموعة الثالثة ولكن لغاية هنا كلام حلو جدا اتحاد كرة القدم دايما بيكون عنده كواليس أولها منصب مدير البطولة أنا قلت لحضراتكم الكلام ده من أسبوع في البداية حاولوا يقنعوا أحد أعضاء اللجنة الخماسية اللي قابول منصب مدير البطولة وجالهم الرد بالرض فكان البديل مين؟ زي ما قلت لحضراتكم الأسبوع الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم هو مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية التعشرين تخيل حضرتك اتحاد كرة القدم بيكافئ الأستاذ وليد لأن لجنة وزارة الشباب والرياضة أدانته أو أدانة الإدارة التنفيذية للاتحاد كرة القدم في واقعة سابقة تخص تنظيم البطولات بعد إخفاء خطاب تنظيم نهائي دوري الأبطال الإفريقي فاتحاد كرة القدم يسكت لا يقول لك أنا لازم أكافئ الأستاذ وليد العطار ولازم أكافئ نفس الإدارة التنفيذية ليه؟ لأنهم الحقيقة بيعملوا كل حاجة صح وديهم تنظيم هذه البطولة وأنا هنا الحقيقة يعني لن أعلق لن أعلق حرام عليكم والله العظيم طلعه حرام عليكم اللي بيحصل لكن حسيب التعليق لجمهور النادي الأهلي أو جمهور مصر بالكامل اللي بيقودوا يتفرجوا علينا دي كانت معلوماتي عن الجانب التنظيمي